وبعيداً عن حركة الأرقام وقريباً من تقاليد مجتمع تعود الالتزام بخصوصياته بدأت في محافظة النجف وفي رحاب ضريح أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام مراسم إحياء ذكرى استشهاده تزامناً مع شعائر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك براء المستوي والتفاصيل في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الصديق يحيي المسلمون في مختلف أنحاء العالم ليلة القدر خلال العشر الأواخر مدينة النجف الأشرف تكتب بالزائرين الذين يجتمعون للمشاركة في المراسم الدينية ويتزامن هذا الوقت العظيم مع ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام المؤمنون يأتون إلى مجل الكوفة فينظرون إلى تلك الكرامات وإلى تلك الآثار لأمير المؤمنين فيزدادون شوقاً لعلي بن أبي طالب وبنفس الوقت يزدادون حزناً على علي عندما يرون محرابه ومنبره ومحل شهادته صلوات الله عليه فعظم الله أجورنا وأجوركم أجور الإنسانية أجور المسلمين بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسود الحزن والألم على وجوه المحبين والموالين لآل البيت علينا السلام وبجوار منقده المظهر يطمون الشعائر العلوية اتداء من ليلة الجر وحتى يوم الاستشهاد عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام يستمر أبناء الكوفة العلوية المقدسة في تقديم الخدمات للزارين الكرام الوافدون إلى مسجد الكوفة المعظم في تقديم وجبات الطعام لهم وذلك ابتداء من ليلة 19 رمضان وحتى ليلة الاستشهاد أيضاً وكذلك ليلة القدر عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرات سجهاد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب أسد الله الغالب خدمات موجودة والقوة الأمنية نشكرهم على هذا التواضع نشكر أمات مزيد الكوفة على خدمتهم خدمة المواكب ونحمد الله ونشكر على هذه النعمة خدمة المواكب وخدمة الزوار ولد في أطهر الأماكن واستشهد في أفضل الشكور وأفضل اللوالي هو كان مثالاً للنبل والشجاعة وقضى حياته في الجهاد في سبيل الله والزهد وإقامة العدل إنه رمز من رموز الكمال البشري على مر التأريخ بعد رسول الله من العتبة العلوية المقدسة براء المسوي النجف الأشرف